وأنا بتكلم مع حضراتكم ما تنسوش إن شاء الله يوم 26 نوفمبر الجمعية العمومية للنادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي للأربع سنوات القادمة هنشكر مجلس الإدارة القديم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وكل من معه الحقيقة كلهم بنشكرهم على الفترة السابقة وإن شاء الله يوم 26 يبدأ إن شاء الله مجلس إدارة جديد يقود النادي الأهلي لأربع سنوات قادمة زي ما حضراتكم عارفين في 20 مرشحين لما بين رئاسة النادي ونائب رئيس النادي وأمانة السندوق ثم أعضاء فوق السن وأعضاء تحت السن ولكن جمعية العمومية للنادي الأهلي هي من ستختار من سيكون رئيسا للنادي الأهلي هل الكابتن محمود الخطيب وقائمته هل سيكون حد من خارج كل ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية وإيه اللي حيحصل إن شاء الله يوم الجمعة القادم كل الإجراءات الاحترازية موجودة وأنا دايما بقول هذا الكلام كل يوم مكان واسع جدا حضرتك هتخش المدرج القديم أو المدرج اللي تهد أصبح دلوقتي المكان بتاعه واسع جدا فهتلاقي مكان كبير جدا تقدر تاخد في راحتك في التصويت تقدر تاخد كل الأمور أو تقدر تاخد كل الإجراءات الاحترازية اللي موجودة علشان تكون متطمن إن أنت وإنت بتضع صوتك للإسم اللي حضرتك عايزه إن أنت حتبقى مستريح وحتبقى كل حاجة تمام إن شاء الله يوم الجمعة القادم يكون النادي الأهلي وكالعادة وكعادة جمعية العمومية الحقيقة دائما الجمعية العمومية في النادي الأهلي بتكون مختلفة في كل شيء نظام التزام كل واحد بيقول رأيه بمنتهى السلاسة وبمنتهى الوضوح الحقيقة من خلال السندوق إن شاء الله يوم الجمعة بالليل نعلن لحضراتكم من خلال قناة النادي الأهلي إيه اللي حيحصل أو إيه اللي حصل في الانتخابات من حيث التصويت من الجمعية العمومية وإن شاء الله سيكون هناك نقل مباشر كامل لشكل الجمعية العمومية للنادي الأهلي كلنا ثقة وكلنا عارفين قد إيه الجمعية العمومية هي جمعية عمومية محترمة قد إيه الجمعية العمومية هتختار ما ترى مناسبا في مصلحة النادي الأهلي كل المرشحين كانوا موجودين على قناة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة من خلال برنامج الأهلي ينتخب وده كان دور مهم جدا 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 لقناة النادي الأهلي وبالمناسبة كان بالتعاون الكبير مع الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي اللي أصرينا الحقيقة مع الإدارة التنفيذية على أن يكون هذا البرنامج موجود على شاشة قناة النادي لإتاحة الفرصة للجميع أن يكون أمام جمهور النادي الأهلي من خلال قناته وشاشته للكل الحقيقة دائما ما بيعتز بيها وعارف قد إيه الجهد المبزول والتعاون الكبير في كل شيء في كل شيء عندما طلب أن يكون هناك برنامج الأهلي ينتخب من إدارة القناة الحقيقة كانت الأمور واضحة أمام حضراتكم وقلنا أن القناة ستقف على مسافة واحدة ده طبعا كل الكلام ده بمناسبة أننا بنقترب من الانتخابات إن شاء الله يوم الجمعة القادم يوم 26 نوفمبر وبالتالي حنبضل دايما بهذا الشكل وحنبضل بهذا الأداء لأن قناة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين دائما في ظهر النادي الأهلي ومجلس إدارته وجمهوره ولاعبيه وكل محبي النادي الأهلي فكان مهم جدا أن أتكلم على موضوع الانتخابات ده لأنه إن شاء الله أنا متأكد أن يوم الجمعة سيكون ملحمة تاريخية جديدة لانتخابات إن شاء الله تؤهل النادي الأهلي لوصول إلى ما يريده كل الأعضاء اللي سيتم انتخابهم إن شاء الله بداية من يوم الجمعة القادم وإن شاء الله يوم الجمعة بقى هنعرف من سيكون رئيس النادي الأهلي ومن سيكون النائب ومن سيكون أمين السندوق ومن سيكون الأعضاء فوق السن وتحت السن من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية إن شاء الله يوم الجمعة القادم زي ما قلت لحضراتكم